اهلا وسهلا بحضراتكو الحلقة دي الحقيقة حلقة مهمة شوية لانها هتبقى اول حلقة نتكلم فيها عن research design او تفاصيل research design مكونات research design فتعالوا نبدأ مع بعض بالتعريف يعني هو ايه research design وايه اهم مكوناته الاساسية ممكن نشوف التعريف ده من عدة بدائل ممكن نشوفه من احد الكتب الخاصة بال scientific research فالتعريف ده بيبدأ معنا من اول حاجة اسمها theoretical framework يعني ايه theoretical framework في الكتاب بيقول theoretical framework والكتاب هنا هتلاقي التعريف ده موجود في كتاب اوما سكران روجي كتاب روجي 5 6 7 حتى 8 وهنلاقي ده في كتاب ديفيد كوبر وهنلاقيه في كتاب ساندرس يعني في عدة كتب من كتب scientific research الحقيقة هنلاقي ال definition اقرب ما يكون لده بيقول انه احد مكونات الاساسية هو theoretical framework طب ايه theoretical framework represents your belief بالأف بليف احنا طبعا مش نكلم لغة انجليزية اكتر متكلم technical term بيقول انه احد مكونات اللي هي variables or concepts وهنا بقى you can relate مع ال variable يعنيه وconcept يعنيه في الحلقة اللي اسمها language of research are related with each other a model طب ايه الموضل في الحالة دي يعني ايه الموضل بالنسبة لنا هنا هل يطرى الموضل اللي في السعينس ولا حاجة تانية ده سؤال مهم and an explanation of why you believe believe المرادي will be that these variables are associated with each other a theory الله هما لما ترتبط ال variables بعضها ويبقى فيه ثيري انا انا كده انتكت ثيري فين لانا لسه في منطية research design ففين الثيري هنا both الاثنين الاثنين the model and the theory flow logically from the the documentation of previous research in the problem area integrating انت كده بتركب حاجتين مع بعضه your logical belief belief دي اللي هو اللي كان في الاول your logical belief with وعايز ازود كلمة هنا ممكن تبقى مفيدة integrating your logical belief with selected or selected published research published research هنا اللي هو طبعا مش ه integrate مع كل لأ مع selected فانزود هنا كلمة selected taking into consideration الملاحظات دي ايه اول الملاحظات او اول الملاحظات الثلاثة introducing definitions of the concepts of your variable or variables in your model your model ايه بقى your model ده سؤال developing a conceptual model هل ده نفسه your model ولا لا that provides a descriptive representation of your theory انت الحق تتعمل نظرية انت في مطاقة research design coming up coming up يعني developing او generating اللي هي نتيجة ال integration coming up with a theory theory that provides an explanation for relationship between the variables in your model فبقى مهمة او نفرق ما بين الكلمات believe believe model your model conceptual model theory your theory او generated theory هنا زي ما بيقول coming up with a theory ازاي نفرق ما بينهم تعالوا نشوف مع بعض الرسمة دي احنا كان عندنا problem definition problem definition دي كتبنا فيها our claim نتيجة ايه؟ نتيجة الشرح اللي قلناها كتبنا context واضح من استخدامنا ال 9 elements framework او model واتكلمنا مع ال stakeholders دي stakeholders كلمنا عملنا analysis مع ال stakeholders ونتيجة ال analysis وال meetings وال discussions مع ال stakeholders طلعنا ب major research question كان بيسأل على الفينامنا وطلعنا ب minor research question كان بيسأل على علاقة كل variable علاقة كل variable بالفينامنا بتاعتنا فمثلا ال major هنا what are the determinants of productivity or how we can increase in pre satisfaction دي كده الماجر بيسأل على فينامنا الماينر هل مثلا اي اي مثال salary او related to productivity او satisfaction وهكذا لكل variable هنعمله minor وعندنا الاجابة جبنا منين الاجابة الحالي اجابة اللي هي الكليم دي جبناها من ال analysis اللي عملنا فوق تاني راجع الحلقة اللي هي خاصة به research progress one اللي كانت على ثلاث حلقات بتوضح ازاي تعمل الجزء ده في ال problem لما بنينا اللي هو ما نعتقده طب ما نعتقده من فراغ لا اقدر ارسم وابني حاجة اسمها conceptual model بقى عندي الفينامنا الفينامنا دي فيها variable one two three مثال يعني salary والميلز بتأثر على الفينامنا طيب ما هو ده؟ هو ده الحقيقة your model ده اللي اسمه conceptual model وهو ده اللي عبر اكتر عن الواقع اللي انت بتكلمنا عنه فهو whatever related to the problem هو ده البليف اعتقد لسه مش مؤيد غير ب secondary information or stakeholder analysis والواقع of the problem من عند researcher انما نسميه ايه؟ نسميه conceptual model my model the researcher او the research model كل دي اسمه بتتداول في المنطقة بتاعت the problem definition و ال introduction طيب بعد كده هيحصل هقرأ literature يعني هروح هراجع literature step two of the deductive process طيب عفوا لما تيجي تقرأ literature هنقرأ ايه؟ اه اجي الناحية دي هشان ما اجغلكو شيش هش هتقرأ ايه في literature والله ممكن اقرأ ولاقي اكتر من model مثلا هنا researcher لقى model a b c او بالراحة خلص لقى model a اللي هو عبارة عن variable one two four طبعا فيه matching مع الconception model بتاعي one two و model اسمه b فيه two three five اللي هم هنا matching مع two three من غير one و model c اللي فيه كل الـ variables بتاعتي بس comprehensive شوية وصل ل nine variables طيب جابهم منين literature اسف researcher جابهم من literature طيب عمل literature زي احنا متفقين identification هاي فوق evaluation documentation باستخدام اي scientific writing format والمثال اللي احنا ماشيين بيه طول الوقت هو American psychological association او بالحتي يبا هو لا يعني هو ما رحش researcher وجاب variable one two four وربطهم في بعض وقال ده model a لا هو ارى paper التانية التالتة ولتكن اعداد من ال papers مثلا هنا 17 paper اتفقت على استخدام model a و 13 paper اتفقت على استخدام model b فالتوتل عندنا كده كان 30 طيب الباقي 70 استخدموا model c فانت مش هتنتج انت هتلاقي هتجد literature متوزعة على 100 paper كل مجموعة papers متفقة على واحد من الموضل طيب لو ما لاتهاش متفقة على الموضل هيبقى عندنا حلقات اخرى للحالة اللي ممكن تبقى غريبة وبعيدة وقليلة شوية ان مفيش اوي model او مفيش اوي theories عن الموضوع او الفينومنية اللي انت بتدرسه طيب لما نلاقي كده تعالوا نتخيل مع بعض ممكن يقيم ازاي ان يختار b والله ممكن يستبعد c فكروا معايا كده ممكن يستبعد c ليه لانه very comprehensive advanced تطبيقا لمبدأ parsimony اللي هو كان واحد من ال characteristics لو استخدمته او واحد من ال whole marks لو انت تنازلت عنه يعني ايه parsimony يعني استخدم simple form of the signs علشان تستخدم ال progress وان انت توصل relative ان انت تاخد ال comprehensive وتقدرش تتقدم بيه فهنا ممكن نتخيل ان researcher ساب model c عشان comprehensive using the concept او characteristic of parsimony طيب ايه ولا بيه والله احنا عندنا هنا signaling كده او اشارة بسيطة انه في ال conceptual model اللي هو بيعبر عن الواقع اللي عندنا ال variable 3 ده significant دي اشارة لانه significant انت بتقول انه ده most critical regardless of amount and direction انت بتقول انه ده most critical اللي هو ممكن يبقى مثلا transportation او الوجبات اي ان كان كمثال ماله بقى اه فهو لما ده يبقى significant اختار model A given يعني ان model A و B و C كلهم related to my nine elements my environment my stakeholder analysis and my context and my major or minor variable هما related التلاتة وrelevant وprevaling وكل حاجة ومال اشمعنا model A هتستغني عنه مقابل B لانه model A مفيش فيه variable 3 فانا بالنسبالي variable 3 هو الاقام فممكن ده يبقى argument او evaluation تقول على اساس واختار model B طيب how to integrate هو قال integrating your logical belief اللي هو بقى ده conceptual model your model by published او selected literature زي ما اتفقنا فهنروح هنا لمنطقة research design ننتج حاجة اسمها theoretical framework عبارة عن ايه theoretical framework دلوقتي integrating selected literature اللي هي model B اللي هو ده مع conceptual model ينتج عندنا ايه اهو ينتج عندنا الشكل ده ينتج عندنا حاجة اسمها theoretical framework theoretical framework theoretical framework ده عبارة عن base model 2 و 3 و 5 الvariables الاساسية دي وهنديلك فرصة علشان انت deductive applied تضيف variable 1 فvariable 1 اللي هو هنا ده وانت كنت مصر عليه هنضيفه هنا بس بشكل اخر لما نتعرف على انواع الvariables هنضيفه نوع اخر من انواع الvariables انما هترجع تقول لنا هنا تاني اسم الvariables اللي اتفقت عليه لانه ممكن تكون literature ساعدتك باسم تاني للvariables وهترجع تقول لنا يا ترى الvariables ده من اني نوع بعد ما ناخد انواع الvariables هتقدر تحدد هو ده independent ولا moderating ولا mediating وهتقدر تقول لنا relation relation هنا في شكل ايه relation هنا في شكل hypothetical statement لانها جاية بعد literature selected او reviewed literature انما هنا relation كان اسمها ايه claim وعشان كده دايما بقول لكم لو انت بتنتج research بتاعك وانتجت proposal او يعني draft في الاول تقدر تسميها claim لانها بتعبر عن البليف عن الconception model عن your model عن الواقع الى الكنتكست اللي تدرسه انما لما نرجعها مع literature ونلاقي هنا tested model او tested theory او tested hypothetical statements ونلاقيها متفقة او مختلفة هنشوف لو متفقة او مختلفة نعمل ايه انما relation في منطقة research design اللي هي بتعبر عن البليف الحاجة الادق الاصدق اللي هتحتاج تست هي اسمها hypothetical statement اللي هي برضو تشريحيا او تركيبية فيها نفس الvariable فيها relation وفيها phenomena انما ممكن تختلف relation او تختلف مكونات الhypothetical statement حسب احتياجك او حسب اللي لقيته في literature فبقى دلوقتي انتاج theoretical framework هو جزء رئيسي foundation اساسية مكون اساسي تأسيسي لresearch design وresearch design مع theoretical framework هو مكون اساسي رئيسي تأسيسي لمسألة الـ deductive او using the deductive approach وبالتالي انت كresearcher بقى اللي زامن عليك انك تنتج لنا theoretical framework في منطقة research design عشان تقدر تنتج hypothetical statements من غير ما يبقى عندك theoretical framework او اللي اسمه هو سماه في الكتاب your theory your theory لو ترجمناها بالعربي هنسميها مش نظريتك لا هنسميها تنظيرك وحتى لو قلناها نظري باللغة العربية او قلناها نظريتك باللغة العربية مقصود بها النظرية او التنظير الذي انتكته دمجا ما بين literature selected وما بين your case or your conceptual model فبقى عندنا هنا how to integrate and how to generate theoretical framework within your research design عشان يبقى عندنا اللي اسمه believe ان انت تبني كويس اوي problem definition تقول لنا فيها ما تعتقده supported بادلة بواقع موجود عندك major minor questions انتجت your model او the research model او the researcher model او the conceptual model او the researcher conceptual model وضحت فيه variables هو العلاقات رحت عملت literature review comprehensive systematic وقوية جدا وcritical عملت فيها identification evaluation documentation وده عرضنا في الحلقات اللي فاتت على طول واستخدمت مثلا American Psychological Association APA format وعرضت لنا الموديلز اللي موجودة اللي هي كمراجع انت قريت 100 مثال مثلا فيه 17 اكدوا على استخدام الموديل ده واستخدموه فيه 13 استخدموا model B اللي هو اثنين تلاتة خمسة فيه 70 استخدموا model C اللي هو تسعة variables دول ممكن تكون بناءا على مبدأ البرسيموني استبعدت C بناءا على انه your variable في الconceptual model 3 هو critical significant فاخترت model B لما اخترت model B بنقولك اي بدأ بيه الاول وضيف عليه ال variables اللي عايزين نضيفها وغالبا يعني هتعرف بعد شوية انه هو ده moderating variable او mediating زي ما هيترسم انما في الحالة اللي المرسوم قدامنا بيه هو moderating variable فبالتالي انت هتكون انتكت في theoretical framework في منطقة research design تحتيه على طول هتشرح لنا وتأكد لنا اسم ال variable ايه عشان لو كان تغير اسمه بناءا على literature هتقول لنا تعريف ال variable هتقول لنا نوعه ودي هندرسها في الحلقات اللي جايه على طول وهتقول لنا تحديدا ال hypothetical statements اللي ممكن تنتهي لأكتر من hypothetical statements لكل فريدة يبقى في الحلقة دي اكدنا على معنى فرق ما بين belief و believe ما بين conceptual your model او the researcher conceptual model وما بين theory وال model published في literature وما بين your theory او your theoretical framework اللي هيكون في منطقة research design وللتالي برضو ما تطلخ بطش لما تلاقي كلمة model researcher قالها في اخر research لانه هو لما يعمل research design وينتج theoretical framework hypothetical statements هيعمليه بعد كده data collection data analysis conclusion طيب لما يطلع conclusion ايه ال conclusion اللي هيطلع يعني ال conclusion هيقول الموديل ده اللي كان موجود في research design زي ما هو ولا تغير هل يطرى variable 5 ده اختفى بناء على data analysis عشان نبقى objective او عندنا objectivity هل يطرى ده طلع فعلا moderating ولا تحول ال independent ايه اللي حصل ففي الاخر هيسم لينا model الموديل الرسمه ده ممكن ما يبقاش بقوة الموديل اللي هنا اللي لقيته في literature لان عندنا مبدأ replicability فلما الموديل يبقى في اخر رسالة علمية او paper مش لازم يكون لسه replicable استخدامه في similar environments هو ده اللي بيخليه replicable استخدامه في different environments هو ده اللي بيخليه generalizable فما تتلخبطش بقى من هنا ورايح ما بين كلمة model اللي هتبقى في literature وقوية واستخدامه كتير وما بين model هيقوله researcher في اخر thesis او dissertation بتاعته وال paper وما بين your model او your conceptual model اللي هيكون في بداية problem definition والintroduction بتاعته كده احنا وضحنا الفرق وازاي تنتج theoretical framework في منطقة research design consequently تنتج hypothetical statements لان المنطقة دي او المرحلة دي research design theoretical framework وانتاج hypothetical statement اساس مرحلة قوية اساسية اوي في او foundation تأسيسية يعني في deductive approach شكرا لحضراتكو ونلتقي في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة